اشتركوا في القناة ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس بعثة الشرف وسعادة الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة والسيد إبراهيم المسلماني قنصل عام مملكة البحرين في جدة وعدد من كبار المسؤولين وقد أدت ثلة من حرس الشرف التحية لجلالة الملك المفدى وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله لدى وصوله بالتصريح التالي يا سرنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا اليوم المبارك أن نلتقي بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله لبحث التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل بيننا لكل ما فيه خير بلدينا وشعبينا ودولنا وشعوبنا الخليجية الشقيقة كما يسعدنا أن نعرب عن عميق اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي أرستها ورسختها وشائج القرب القوية وروابط الإخاء والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين والممتدة إلى جذور التاريخ العريق لبلدينا وتعززها الثوابت والرؤى المشتركة التي تزيد هذه العلاقات صلابة على مر الأيام وتنضي بها على الدوام لعفق أرحب على المستويات كافة ولا يفوتنا أن نشيد بالمواقف الثابتة والمشرفة للشقيقة الكبرى بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الدعمة والمساندة لمملكة البحرين في كل الظروف والمواقف لحفظ أمنها واستقرارها في وجه التهديدات والتدخلات الخارجية كما نود بهذه المناسبة أن نعرب عن خالص تهانين إلى أخينا خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين على الإنجازات التاريخية المهمة التي تشهدها هذه الأيام المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة ومختلف المستويات بفضل قيادتهم الحكيمة حفظهم الله من أجل خير وتقدم ورفعة المملكة الشقيقة ومصلحة الشعب السعودي الشقيقة كما نجدد تأكيدنا على وقوف مملكة البحرين التام والثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه أو يموله وفي جهدها المباركة والرائدة بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله لتعزيز اللحمة ووحدة الصف لمواجهة كافة التحديات التي قد تهدد أمن منطقتنا أو تنال من مقدرات أمتين العربية والإسلامية بما يحفظ أمن واستقرار دولنا وتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء ختاما ندعو المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة المالكة الكريمة ويسبغ عليهم موفور الصحة والعافية وطول العمر ويديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله